بر الوالدين نقدم لكم اليوم في هذا الفيديو من خلال ركن موقعنا قصة واقعية القصة مؤثرة ورائعة جدا أحداثها دارت بين أب وابنه قصة عن بر الوالدين نقدمها لكم ونتمنى أن تنال إعجابكم وللمزيد من القصص والعبار تابعونا دائما حيث نحرص على تقديم كل ما هو جديد ومفيد ومميز من خلال موضوعاتنا المتجددة كان هناك أب في الخامسة والثمانين من عمره وابنه في الخامسة والأربعين من عمره كان يجلسان معا في غرفة المعيشة ذات يوم وإذا بغراب أسود صغير يطير بالقرب من نافذة الغرفة ويصيح بصوت مرتفع انتبه الأب للغراب فسأل ابنه ما هذا يا بني فقال الابن غراب يا أبي وبعد دقائق نسي الأب وسأل من جديد ما هذا يا بني قال له الابن باستغراب لقد أخبرتك إنه غراب يا أبي وبعد مرور عدة دقائق أخرى عاد الأب يسأل ابنه من جديد ما هذا يا بني فرد الإبن بعصبية وقد ارتفع صوته إنه غراب غراب يا أبي ماذا بك وبعد مرور دقائق قليل أخرى سأل الأب للمرة الرابعة ما هذا وهنا لم يحتمل الإبن وصاح في غضب شديد أوف لقد سألتني نفس السؤال أكثر من مرة وأخبرتك أنه غراب هل هذا صعب عليك لتفهمه في هذه اللحظة قام الأب وذهب إلى غرفته بهدوء دون أن ينطق بكلمة ثم عاد بعد دقائق ومعه بعض أوراق قديمة شبه ممزق من مذكراته اليومية وأعطاه لابنه وقال له اقرأها الآن بصوت مرتفع بدأ الابن يقرأ اليوم أكمل ابني ثلاث سنوات وها هو يركض ويمرح هنا وهنا وإذا بغراب يصيح في الحديقة فسألني ابني ما هذا فقلت له إنه غراب وعاد وسألني نفس السؤال لثلاثة وعشرين مرة وأنا أجبته لثلاثة وعشرين مرة فحضنته وقبلته وضحكنا معا حتى تعب فحملته وجلسنا قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة صدق الله العظيم